إذا ربنا أن نختار وصف دقيق بلا مجاملات هي أحزاب أم عصابات سلطانية؟ أنا مرة أتكلمت كلام وقلت أنا أعتذر من هذا الكلام القاسي بس قلت هذا وصف دقيق إذا أنت يصير تستخدم الموقع من أجل إثرابه والحصول على مزايا إليك ومد قوتك حتى تضغط على الناس بمعنى أن يصير عندك براعة عسكرية وعندك مسلحين سواء كان بقوات أمنية أو بحشد أو بغيرها أنا أصورها يصارت عصابة ما لها غير تسمية عصابة تستغل الحكومة لا يغلف لك ياها قد يغلفها مختلف التربية يعني أنت من قلت هذا القول في أربيل كنت تشعر أن واثق الخطوة يمشي ملكا بأنه أنت لم تكن من الذين أثروا على حساب هذه السلطة لذلك قلت هذا القول واثق أنت ما استفادية بالسلطة؟ أنا مالد أمدح نفسي أنا لم أغير وضعي الشخصي وأنا كنت خارجي للسلطة وبالسلطة ووضعي الشخصي لم يتغير بمعنى تعرف السلطة هناك أمور صغيرة من قبيل أنت رئيس وزراء إلى تحلق إليك طبيب خاص أنا كلها ما استخدمتها حتى ذلك صغار مرضي تتعود مرضي تكون بقيت نفس طريقة الخدمة بالبيت نفسها إذا عندي خادم في البيت نفس الخادم ما غيرته إذا عندي حماية نفس الحماية ما غيرته ربما لأن طلعاتك تكون في ملاطق خطرة تستخدم الوسائل الأمنية العسكرية بمعنى فرق خاصة أو فرق معينة مو إلي مو تابعيلي تابعي وضع الدولة بشكل عام لأن المفروض تخدم المسؤول أنت مال مفروض تأتيك أنت تصير خادم أو حراس شخصيين لك وتستخدمهم إليك أنا ما يزير لأصل هو حمايتك لأن أنت معرض إلى التهديد أقول أنا أدعيت حتى راتبي أول ما جيت بالبداية لم أخفض التراتب وإنما سويت يسموه يعني ادخار 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 جبار رأسا نصف راتب رأسا أنا التزمت يمكن بقيهم لم يلتزم بالبداية لأن كان أكون شحة بالمال ثم بعدها بفترة يمكن عشرة أشهر قلت الرواسط راتب المسؤولين إلى أقل من النصف وأنا مشمول بهم وتدري أنت هميسين عليك ضغط لأن أنت في هذا الموقع مطلوب منك أن تنفق مطلوب منك أن تمد إيدك زين لا عندي منافع اجتماعية في الدولة حتى أسفيد منها كلها مخطوحة أنت ظرفك كان صعب جدا صعب ثم أنا كنت مع التشريعات اللي تقيد المسؤول ما يستطيع إيده أموال يصرف بها كيفما يشاء حتى يشتري ولاء مثلا هذا غير جاز أنا أدعي ما استفعت منها لابد أكثر من هذا أذكر في حملة انتخابية طلبوا مني بس أنت وعد أنهم ما أخدع الناس أنا في السلطة وأنت وعد أن أعين وأنت وعد أنهم مفصولين أرجعهم هذا ليس ملكي هذا بآليات دولة تمشي ضمن آليات الدولة تمشي أما أنت وعد وأنا أما غير صادق في تطبيقه أو أريد أخدع ناس حتى يصوتوني حتى هذا نعم قسم يتهموني أنه أنا أضعت الفرصة لأن أعود مرة ثانية بهذه الطريقة ربما صحيح بس أنا ما مستعد أخصر نفسي